اهلا بكم مشاهدين الكرام كنا تحدثنا سابقا عن نقش قبة صخرة وقلنا ان كلمة محمد لا تعني اسم سيد العرب ونبيهم بل تعني صفة للحمد والتمجيد أي مبارك وممجد عبد الله ورسوله وهذا العبد الرسول هو المسيح عيسى بن مريم وفي الحلقة السابقة قارنا كلمة محمد المذكورة في القرآن والمسيح ورأينا التطابق المذهل بين سياق آية محمد والمسيح في كل من صورة آل عمران والأحزاب والمسيح في صورة المائدة ووقفنا عند عبارة رسول الله والذين معه أشداء على الكفار هذه الآية لا تدعو للقتال كما يبدو من الوهلة الأولى ولكن الإخبار عن مثل من أمثلة التوراة والإنجيل والإشارة واضحة في نص الآية مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فوصف الرسول وأصحابه بالشدة نتيجة أعمال الكفار على تغيير وتزوير الحقائق فالكفار في هذه الآية هم من يغطون الحقيقة ويخفونها من كلمة كفر كما جاء في لسان العرب منظور بمعنى غطة فنقول كفر الشيء أي غطاه لكن عن أي رسول وأصحابه تتحدث الآية هل فعلا عن سيد العرب ونبيهم والكفار هم قريش كما تفيد السردية الإسلامية عن فتح مكة أم الحديث عن الكفار الذين يعرفون التوراة ويعيشون أحداث الأناجيل بالطبع قريش كما تقول الرواية الإسلامية أنهم عبد الأصنام ولا يهمهم مثل في التوراة والإنجيل إذن الحديث يشير لمحمد ومبارك قبة الصخرة مرة أخرى كما رأينا في الحلقة الماضية لتوضيح الأمر يخبرنا الباحث الفرنسي الأب الأستاذ كلود جيليو أن هذه الآية الأخيرة من صورة الفتح تجمع بين فقرتين من إنجيل مرقص الإصحاح أربعة ومتى الإصحاح 12 وهو المسجداته في الإنجيل الرباعي دياستارون باللغة السريانية والمثل الذي قدمه يشبه بين النبات والبذور والتمار الجيدة بالإنسان الصالح والتمار والبذور الرديئة بالإنسان الشرير والخطاب كان للكتبة والفرسيين رجال الدين المتشددين اليهود وتعليمهم فالمسيح بهذا المثال ينهر هؤلاء الكتبة والفرسيين على تعليمهم ويخاطبهم وجها لوجه ويقول بالجيل الشرير والفاسق كما هو موجود في متى 12 آية 39 وقبلها في الآية 34 خاطبهم يا أولاد الأفاعي هذه العبارات القاسية تجاه رجال الدين والعقيدة تكررت عدة مرات ففي متى إصححة 23 آية 27 يقول لهم ويل لكم أيها الكتبة والفرسيين المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوء عظام أموات وكل نجاسة تخيل الآن عزيزة المشاهدة عزيزي المشاهد راجل يخاطب الفقهاء والشيوخ وعلماء بمثل هذه العبارات فماذا سوف تكون نظرة الناس لهذا الرجل أكيد سوف يقولون عنه إنسانا متشددا لم يقف عند توبيخ المباشر وإنما تار على الباعة والصرافين وقلب موائدهم كما جاء في إنجيل يحنى الإصحاح 2 الآية 15 فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الصيارفة وقلب موائدهم بالطبع التلاميذ كانوا حاضرين يرون ماذا يفعل معلمهم وسيدهم يسوع المسيح ويسمعون لما يقول بدورهم فيما بعد وقفوا ضد الظلم والطغيان حيث نجد التلميذ بوترس يقف وسط المجمع أمام رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل ويقول دون خوف فليكن معلوما عند جميعكم وجميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم الذي أقامه الله من الأموات بذلك وقف هذا أمامكم يعني هو أمامكم صحيحا يعني أن بوترس وقف أمامكم يخاطبكم إذن آخر آية في صورة الفتح تتحدث عن متى الإنسان الصالح ومتى الإنسان الشرير وبالضبط مثل صورة محمد الآية الثالثة كذلك يضرب الله للناس أمثالهم منهم المؤمن الذي اتبع الحق ومنهم الكافر الذي اتبع الباطل في نفس الآية ولمعرفة سياق الحديث نرجع للآية التي سبقتها والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وهنا يتحدث عن المثال الأول الذين اتبعوا ما نزل من قول الحق وقول الحق هو أن تقول المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كما رأينا في صورة النساء الآية 171 وعلى جدار قبة الصخرة في الجهة الشرقية وبالتالي محمد الذي تشير إليه الآية مبارك وممجد الآتي بإسم الرب كما رأينا سابقا أي المسيح بن مريم وللتأكيد ننظر للآية 34 من صورة مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ولازال القوم يمطرون فيه إلى اليوم فالمسيح بن مريم هو المحمد هو الممجد هو المبارك بحسب القرآن واضح في صورة مريم 31 وجعلني مباركا أينما كنت يعني سيد المسيح يتكلم ممجد محمد وفي نفس الوقت هو عبد الله في الآية التي سبقتها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فعبارة محمد عبد الله وضعوا كلمة ابن بين محمد وعبد الله فأصبحت محمد بن عبد الله والله الذي تطلبه الناس أي المطلوب كاسم المفعول بصيغة المبالغة أصبحت المطلب وهو قليل في كلام العرب ككلمة الرسول المرسول المرسل فعبد الله المطلب أصبحت عبد المطلب بن هاشم وهاشم باللغة العبرية معناها اسم الرب فعبارة باروخ هاشيم أدوناي معناها مبارك اسم الرب كما جاء في الزبور ليكن اسم الرب مباركا مزمور 113 الآية 2 وعبارة بن هاشم موجودة كذلك في صفر أخبار الأيام الأولى إصحاح 11 الآية 34 نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر